منذ لحظة وقوع الغزو الأمريكي للعراق كان دور الأمم المتحدة محل تشكيك واتهام لها بالتواطئ مع قوى الاحتلال حيث تتهم القوى الوطنية العراقية والناشطون بعثة الأمم المتحدة في العراق ورئيستها جنين بلاسخارت بالتماهي بل بالتواطئ مع قوى العملية السياسية الفاسدة عبر تذكير الشعب العراقي بشكل دائم بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر تشرين الأول القادم وهو أي الشعب العراقي الذي خرج في تظاهرات شعبية عارمة تطالب بإسقاط هذه العملية الطائفية وقواها الحزبية والميليشيوية مقدما نحو ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمغيبين بسبب الانهيار العام في العراق واستمرار القمع والترهيب وكم الأفواه المتواصل منذ عام 2003 الانتخابات الأولى بعد الاحتلال الأمريكي التي جرت في الثلاثين من شهر كانون الثاني عام 2005 ورسخت مفهوم المحاصصة الطائفية دعا الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة في العراق وقتها قاضي أمين العراقيين للمشاركة فيها رغم اعترافه بمؤشرات الانفلات الأمني والهجمات والعنف والانتهاكات الحكومية في السجون والانقسام الطائفي العميق كعوامل مؤثرة بشكل كبير على سير العملية الانتخابية انتخابات عام 2006 التي فازت فيها لائحة الائتلاف الموحد رحب بنتائجها الأمين العام للأم المتحدة كوفي عنان بالرغم من إقراره بحدوث عمليات تزوير واضحة فيها أما انتخابات عام 2010 فقد كانت مثيرة للجدل ومحل خلافات لكن الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة في العراق آنذاك ايد مالكارت وصفها بالناجحة وبالإنجاز التاريخي حينها قامت مفوضية الانتخابات بمنع 499 مرشحا من الانتخابات كما حكمت المحكمة العليا بأن قانون الانتخابات غير دستوري انتخابات عام 2014 أجريت بالتزامن مع قصف بعض المدن كالفلوجة والرمادي حملت معها شعارات طائفية ووعودا وهمية واستقالات جماعية من مفوضية الانتخابات احتجاجا على تدخلات سياسية وقضائية وبالرغم من ذلك دعمت الأمم المتحدة هذه الانتخابات ورحبت فيها انتخابات عام 2018 ترافقت مع انتشار كثيف لسلاح الميليشيات وحرق ثلاثة ملايين بطاقة انتخابية جرى تزويرها سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ عام 2003 لم تتجاوز 17% دعمتها الأمم المتحدة بالرغم من أقرار ممثل الأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش برصد عمليات تزوير وترهيب من الميليشيات المسلحة خلال عمليات الانتخابات واستهداف المرشحات وتهديد ما يسمى نزهة الانتخابات وفق اعتراف كوبيتش نفسه انتخابات تشرين الأول القادم سبقها جدل واسع في الأوساط السياسية والشعبية واتهامات للأمم المتحدة بشرعانة تزوير الانتخابات على خلفية زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينيل البلاسخرت إلى طهران ولقاءاتها التي لم تنقطع مع زعماء وقادة الميليشيات مثل عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبي فدك ما أثار علامات استفهام عن حقيقة وحيادية دور الأمم المتحدة في العراق منذ عام 2003 لا سيما في ملف الانتخابات